في ليبيا عقب الاشتباكات الأخيرة التي عاشتها العاصمة ترابلوس تتساعد شكوكه حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في ظل تدهور الوضع الأمني التفاصيل في الموضوع مع نسرين لاتراش قائل العاصمة ترابلوس انفلات من شأنه تعقيد الوضع الأمني أكثر في المنطقة الوضع الأمني الذي يتحتم عليه أن يضرب بيد من حديد حتى تقام الانتخابات في موعدها المحدد يعني الوضع الأمني لم يستقره يوجد انقصامات يوجد صراعات هناك في ليبيا يوجد انقصامات كثيرة جدا بين المؤسسات وبين القيادات وبين كل شيء يتعلق بليبيا وضع أمني مفلت صعد من شكوك حول إمكانية إجراء الاستحقاقات في موعدها خاصة على مستوى عمد البلدية المتخبين فعلا شكوك حول الانتخابات بسبب الانقصامات التي توجد هناك وهذه الجرام التي ترتكب منذ أيام قليلة جدا والصراعات التي توجد هناك وعدم الاستقرار الأمني مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا مرهون بكبح الانقصام في السلطة وانسحاب المرتزقة واستقرار الوضع الأمني